بوتد العلاقات التاريخية والاجتماعية بين مسقط والمنامة يشتد متانة وقوة فالكثير من المضامين حملتها الزيارة السامية التي وصفت بالتاريخية لحضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين الشقيقة ولقائه بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة زيارة تجسد الرؤال خوية المشتركة والامتدار التاريخي العريق والروابط الراسخة في العلاقات البحرينية العمانية وتعزز المسارات الاقتصادية وتدفق شرائن التعاون التاريخي الذي يربط سلطنة عمان ومملكة البحرين في خطوة تنفيذية تعكس الإرادة السياسية والرغبة الأكيدة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين الزيارة السامية أثمرت عن توقيع اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم في مجالات عدة أتت هذه الزيارة الأخوية من حضرة صاحب القلالة السلطان هيثب بن طارق حفظه الله لتأطير العلاقة القوية والمتأصلة مع مملكة البحرين ولتأكيد نهج القيادة العمانية في الاهتمام بالمحيط المباشر لسلطنة عمان وطبعا هذه الزيارة أتت بنتائج مهمة كثيرة منها على سبيل المثال الشركة الاستثمارية المشتركة ومحاولة البناء على خبرات البلدين في القطاعات المهمة مثل التوطين والوظائف والتدريب نوايا الرغبة في تعظيم حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ترجمتها اتفاقية تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار الموقعة بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي ستتيح المجال أمام المستثمرين العمانيين والبحرينيين في النهوض بشراكات الأعمال بين مؤسسات القطاع الخاص هدف الأساسي للتعسيس الشركة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وسلطان عمان وفي مجالات مختلفة وطبعا نركز فيها على رؤية 2040 في سلطان عمان وأيضا في رؤية مملكة البحرين 2030 الأهم القطاعات التي نحن نركز عليها في هذه المرحلة هي القطاع الأمن الغدائي لأن القطاع واحد وفيه فرص كثيرة في الدولة وأيضا هناك قطاعات أخرى مثل التعدين والتصنيع والسياحة والوجستية الزيارة أثمرت أيضا عن منح سلطنة عمان حق السيادة على معلومة المشتركين في مراكز الحوسبة السحابية وهو ما من شانه ضمان تطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية كما أن منح سلطنة عمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن سيسمح للشركات بسلطنة عمان في الحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددا من الامتيازات وهو ما سيؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كل هذه الاتفاقيات ستساهم بشكل كبير في رفض التجارة البينية بين البلدين طبعا مثل ما نعرف أن التجارة البينية بين البلدين في ارتفاعات سنوية بشكل جيد تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضية من 2016 إلى 2022 تضاعف الحجم إلى الضعف ووصلت إلى حدود أكثر من 400 مليون ريال عماني تبادل تجاري خلال هذه الفترة طبعا هذه كلها مؤشرات توضح أن هناك في اهتمام كبير كان بحريني أو عماني في الاستثمار المتبادل اتفاقيات ومذكرات وبرامج تؤكد مضي البلدين الشقيقين في البناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات مشتركة على مختلف المستويات التي تدعم المصالح الأخوية بين البلدين وشعبيهم الشقيقين وما يجمعهما من وشائج القربة والمودة على امتداد التاريخ نتفايلين جدا نحن وأيضا أصحاب الشركات والتجار بالمستقبل على ظو ما لمسناه من همة كبيرة ورغبة صادقة من حكومتي البلدين في دعم القطاع الاقتصادي وتذليل الصعوبات التي تواجه أيضا العلاقات التجارية بين البلدين تنمو بشكل مستمر من مسقط إلى المنامة حلق الطائر الميمون حاملا رؤية عميقة لمسارة الأحداث على المستويين الإقليمي والدولي مؤمنا بما تتميز به سلطنة عمان من ثقل موقعها الجغرافي وعلاقات الصداقة التي تربطها بمختلف دول العالم وضعنيها أرضا خصبة ثابتة لأضخم الاستثمارات ومقصدا لا تحيد عنه روز الأموال العربية والأجنبية مؤمنا بحق أن الزرع قد أينع وأن حصاد السنين ثماره وفيرة